والآن نربط الاتصال مع موسى شالقانوني لقناة النهارة للحفيد كورتل أهنا بك أستاذ وجمعة مباركة جمعة مباركة لكل المشاهدين شكراً أستاذ أكيد تبعتم تفصيل وتطورات هذه القضية كيف ترونها من الجانب القانوني وأيضاً ما قامت به فصيلة الأبحاث لدارك الوطني أمس طبعاً تحدثنا في كثير من المرات وفي كثير من الفرص التي أوسحت لنا عن مناقشة قانونية محظى لهذا الميلة عن قانونية محظى من هذا الميلة لكن دائماً ما تكون هناك مسجدات نظراً للأسماء التي دائماً تتواجد في مخص هذه القضية طبعاً هناك تحيين للمعلومات في كل مرة عندما نتحدث نظر أمامنا قانون العقوبات الجزائري وقوانين أخرى ثم نقوم بإسقاط هذه الوقاية على هذه القوانين لكي نعرف أي خانة سنصنف هذه الأفعال وأي عقوبات تنتظر هذه الأفعال هكذا القانون القاعدة القانونية عامة ومجرد يعني الآن القضية أخذت أبعاد كبيرة جداً بالنظر أنها بدأت بقضايا قذف ثم تحولت إلى قضايا تفرعت عن قضايا القذف قضايا أخرى ظهر أن فيها بعض الجرائم نعتبرها جرائم خطيرة لأن عقوبتها خطيرة جداً حدثنا قلنا بأن انطلاقاً من شهرين إلى عشر سنوات هذا ما يمكن أن ينتظر كل من يرتكب بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين يعني الآن بالنظر إلى شخصيات الأشخاص المتورطين وبالنظر إلى ربما مراكزهم الاجتماعية أنا لا أتحدث عن الجميع ولكن كما قال لك الأستاذ المحترم أن هؤلاء لا يزالون أبرياء نحن لا نجني عليهم ولا نقول أنهم ارتكبوا الأفعال للقضاء هو الوحيد الذي سيقرر هل أذنبوا أم أنهم أبرياء يعني إلى حين محكمتهم ولكن إذا ما ثبت بأنه عمل إجرامي منظم إذا ما ثبت بأنه كما قلنا في بيان ليصدرتوا قيادة الدركة الوطني حول هذه القضية من بدايتها إلى نهايتها أنه تم تصنيف الأشخاص إلى أربع فئات يعني كل فئة عندها دورتها لتنتهي في الأخير بجمع أموال بطريقة غير شرعية وبطريقة منافية للقانون ولكن هذا ليس آخر كلام يعني قلنا بأن القضاء هو الوحيد الذي سيفصل في هذه التهم وفي هذه الأفعال لا يمكن لأحد أن يصور هؤلاء الأشخاص في شكل جنات لأن القاعدة القانونية تقول بأن المتهم بريء إلى حين تثبت إدانته ولكن حبس الأشخاص هو إجراء مؤقت فقط فيه بعض الدلالات على أن هناك أدلة وقرأ ممكن أن ترقى إلى درجة أدلة مقنعة على أن هؤلاء ارتكبوا أفعال لذلك يستخرج القضاءات قناعتهم من هذه الأدلة لإيداع أشخاص الحبس أو الإفراج عنهم نعم وستحفد كل فقط للتذكير يعني تشكيل جماعة أشرار كيف يتعامل مشارج جزائري مع مثل هذه القضايا التي ربما يتأسس فيها أكثر من شخص طبعا للذين لا يعلمون يعني هي كلمة أو مصطلح قانوني تردد كثيرا تكوين جمعية أشرار يعني هو لفظ قانوني القانون لا يترف بلفظ شبكة أو أي الفاظ ويعرف كل شخصين أو أكثر يعني عندما يكون شخص واحد لإمثل الحالية عن جمعية أشرار لأنه سيكون من غير المنطقي كل شخصين وأكثر يقوموا بالاتفاق مسبقا على ارتكاب جنح أو جنيات يعني في اتفاق أو في شكل ربما تدبير يقوموا بها شخصين وأكثر في شكل اتفاق للقيام بجنح أو جنيات راح تنتج عنها أضرار لأشخاص هذه الأفعال تشكل تكوين جمعية أشرار يعني كجريمة لذلك يلجأ دائما عندما تكون هناك جنح أو جنيات فيها مجموعة أشخاص إلى تكييف قانوني وهو تكوين جمعية أشرار على أساس المواد 176-177 من قانون للعقوبات لهؤلاء الأشخاص لاعتبار أن الفعل متفق عليه مسبقا لذلك قامت مصالح الدركة الوطنية بتقسيب هؤلاء الأشخاص إلى فئات الفئة الأولى الدورتها الفئة الثانية ودورها الفئة الثالثة ودورها ثم الفئة الرابعة التي تنهي العملية يعني هذا العمل طبعا صادر من قانون الإجراءات الجزائية ومن قانون العقوبات الجزائري وكل الملفة طبعا ستوضع بين أيدي دفاع كل المتهم وكما نقول دائما أنه في الجزائر خيرة محامين يقدروا أيضا أنهم يشرحوا وضعيات موكليهم يشرحوا وضعيات المشتبه فيهم ولكن إلى حين إثبات الأكس تبقى الميرثات طبعا خاصة الخبارات التقنية المحررة والمدروسة من طرف مصالح الدركة الوطنية في انتدار تفاصيل أخرى عن القضية شكرا لك أستاذ الحفيد كتر على كل ما قدمت نبقى دائما في ذاتي يا سياق ويلتحق معنا مربشر